انتهى تمرد مرتزقة فاغنر في روسيا دون تحقيق أي من أهدافه في المدى المنظور لكن تداعيات ذلك التمرد ربما لن تنتهي قريبا إذ يتوقع أن تمتد تأثيرات ما جرى في روسيا إلى مناطق أخرى من العالم عسكريا وسياسيا كذلك موقع أتلانتيك كونسل الأمريكي المعني بدراسة العلاقات الدولية تناول الأمر في تقرير له رجح فيه أن ما جرى سيؤثر على نشاط مجموعات فاغنر المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية ستنجح في تأكيد سلطتها على مرتزقة فاغنر في أوكرانيا أم إنها ستبقى موالية لزعيمها ييفيغني بريجوجين كما أن هناك قدرا أكبر من عدم اليقين فيما يتعلق بقوات فاغنر العاملة في مناطق بعيدة عن الوجود المباشر والقوي للجيش الروسي وبحسب أتلانتيك كونسل فإن موسكو يمكنها مواجهة الموالين لفاغنر في أوكرانيا لكن الأمر يختلف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ أنه قد يكون من الصعب على وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قوات فاغنر العاملة في سوريا إذا قررت التمرد كما أن ذلك قد يكون مستحيلا في ليبيا والسودان ومالي ووسط إفريقيا بالنظر إلى ضعف الوجود العسكري النظامي لروسيا لا سيما أن مرتزقة فاغنر في هذه المناطق يستفدون بصورة مباشرة من أمراء الحرب ومن الحكومات الاستبدادية التي تستخدمهم في صراعاتها سياسيا فإن تمرد فاغنر سيضعف الدورة الروسية خارجيا وقد يدفع بعض دول الشرق الأوسط إلى التوجه نحو الصين بدلا من روسيا لإحداث التوازن مع النفوذ الأمريكي بينما قد يدفع بعض القوى الإقليمية إلى محاولة ملء الفراغ الذي قد يحدثه انكفاء موسكو وانشغالها بتحدياتها الداخلية وفي الجبهة الأوكرانية موسيقى موسيقى موسيقى